مدينة زورات وهي تستقبل فصل شتاء جديد الشوارع تكاد تخلو من المارة ومواطنون يرتدون ملابس شتوية لتغطية معظم أنحاء الجسم خوفا من الإصابة بنازلة برد فانخفاض درجات الحرارة في المنطقة يتطلب يقضة كبيرة من بكر الساعة السابعة نقبل دقاء دافية ونقدر لك شي نشربه حامي ونقراسي من البرد مثلا نقود أس هذا البرد مجين في ولاية تيرس الزمور ويقع الجماعة كاملة جماعة المسلمين كاملة تتم تلبس دقاء تات تلبس شي تدفى بي برد قارس يقير بعد شد عليهم العمار بسيكين اللي يطرعوا إنار جماعتها ويطرعوا سيكر جماعتها ولابدو عود لابسين جاقتات ولابسين الباس المجين الباس اللي عود مقاوم للبرد يزداد الإقبال في مدينة زورات خلال فصل الشتاء على الملابس المستعملة فيوفر أصحابها كل ما تيسر من ملابس تساعد على تخطي موجة البرد التي تشهدها المنطقة الحمد لله في موسم اشتاء هذا تخلق علينا الإقبال الإقبال الحمد لله الزبناء ويزداد وفي حالة جاوه لذهم ليني جباط يخلق الإقبال على دقاءات والملابس كاملة الشتوية تصريح الاشتاء وفي نفس الوقت مولي عودونا موفرين لبضاعة زينة وإذا كانت بعض المهن في المدينة المنجمية تنتعيش بفعل الشتاء فإن أخرى تتأثر به سلبا يضطر السكان المنطقة إلى تغيير نمط عاداتهم الغذائية لتتلائم مع المرحلة كلما حل فصل الشتاء برد 200 حتى خصوصا على الناس الكبار في السن والأطفاء لهذا نحاول نغيره من عاداتنا كأن مع الصباح يعد الصباح يعد فيه أساسي فيه النشأ إنه حامي ودافي وفي نفس الوقت العسل والزيت زيتون الخاص هذا مولي زين وإنه يعطي طاقة إيجابية على الجسم ويلعب الأطباء في زورات دورا مهما في نشر الوعي الصحي بين صفوف السكان لتجنب الإصابة بالأمراض المرتبطة بالبرد زمان يشتر يعد إلى حذر لأنه تقبض نزلات البرد ولذا الوقاية منها واجبة إذن الوقاية التلخصة لأنه يعد ملبس شتاء يلبس حذ لين يعودها هي خارج المنزل واللواعد العمل واللواعد المدرسة يعد لابس هي بتحميل من البرد وتعرف مدينة الزورات هذه الأيام إلى جانب انخفاض درجات الحرارة عواصف رملية أسهمت في قتامة الظروف المناخية في المدينة سيد أحمد البوكرسيرا زورات الموريتانية موريتانية